السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الرضا التي يعطيها للزوج التي يكون مرضي مع الزوجة ديالوب اشنو هذا الرضا هو ان الله تعالى يباهي به الملائكة يقول يا ملائكة انظروا الى عبدي كي تعمل مع الزوجة التي تزوجها على المثاق الغريض على سنة الله ورسوله كي تعمل معها باحسن وبلطف لا اعطينه من النعيم ما لا عين رأت ولا ادن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى ان الرجل لما يدخلوا الى الجنة كيف اجعل الله بوحد نعيم عظيم واحد الكرم واحد الجود يقول يا ربي ان لي كل هذا قال من معاملتك لزوجتك ذلك المعاملة الطيبة وصبرك عليها حتى لو كانت غضوبة ولا كانت مجادلة ولا كانت كده صبرك عليها يتقم واحد المرأة قالت يا رسول الله هذا للرجال فماذا للنساء فقرأ عليها قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون كل واحد على طيب الله النعيم دياله ثم قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء قال ما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم كانت منو على ربي سبحانه وتعالى كيف سعدنا اللي امين مع زوجها يسعد جميع بناتنا واخوتنا اللي هما يعانيوا من ظروف صحية صعبة اتلقى مع نصفها الاخر خصوصا اللي كانت تحاور معها البنيتات اللي هما عندهم اما مشكلة في البصار او في الحركة اشنا هو الامنية ديالكم الامنية الغالية بغي يعيشوا الامومة بغي يكونوا امهات بغي تسمع كلمة امي وربي سبحانه وتعالى هو الوهاب ضمن السنة المستمعين الله يجازيكم بخير وحد دعوة للأمينة هذا الشابة المكافحة والمناضلة رمضة ظروف صعبة ديالها هاي ابنت اسفي ومشي تحتل اقريم سلة وبغي تعتبدأ على نفسها وما عندش لامكانات وكتبع شموات بسيطة جدا لقاء دراهم معدودات وكلت واحد الغرفة وعيشها معنا الصالحين وكتقل القرآن الكريم كل يوم وعنده امل في الله وربي عز وجل ما زال غدي يكرمها بعد الزوج غيكون درية طيبة وغدي يكون الرزق الوفير والله لو كانت بعض الهيئات تسمعني الآن نندروا واحد مبادرة جميلة هاي البنات اللي عندهم ظروف صحية صعبة بغي يفرحوا ولكن المشكل انا زرست عديد منهم في المدن كل مرة كان سافر المدينة وكانت لقى معهم مع العائلة ديالهم المشكل الكابير اللي عندهم مشكلة فقر يتلقى هم عيشين في واحد وضعية صعبة جدا غرفة صغيرة متاع بسيط المدخول علاقة للحال وعندهم الابتسامة وعندهم الرضا يريد لو بعض الهل الخير والفضل في البلد كنين تبارك الله كنين الناس اللي أعطهم الله النعيم وعطاهم الله الأموال وزرتوا بعضهم ما شاء الله خيرات يبقى ينفق 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 اهل خيرات يتصلوا بنا في الإدهاء ونزلوا هذا الابنات وهذا الازواج ونحاولوا ما أمكن خلقوا لهم الفرحة الفرحة غاب بسيطة رغم مطالب المطالب حيث المطلب يقول لك سقف سقف يحمين الحر والليل والمطار ورزق بسيط يكفيني لقمة العيش ويكفيني الحياة أن أمود يدي مطالب بسيطة جدا أعطى البلاد ديمقراطية والحق الإنسان طالب الخبز أولا عادك السعر الديمقراطية خلي المواليها حقوق الإنسان الله يربحكم هذين الناس بغين فقط يعبد الله تعالى يركعوا ويسجدوا ويأكلوا خبيز وينعسوا مرتاحين حتى القوم مولانا سبحانه وتعالى فكان طلب أهل الخير أهل الفضل وبالمناسبة ركعين بعض الناس من أهل الخير الفضل اللي هما عندهم الأموال طائلة عندهم اكتئاب وأحسن طريقة لعناجة الاكتئاب هي تشوفوا واحد ضعيف تساعدوا غا تساعدوا واحد ضعيف ربك يكرمك وش حال دي الناس اللي عندما كانت تكلم ورمك يسمعوا فينا أترياها عندهم تخشي اللي تحرق ما يتمش يلي كبغد تدخل عنده الدار ديانو من الباب حتى تصالوا في نجالس خصك تاكسي إشاء لا تصل مساحة كبيرة خضراء فيها نخيل وفيها بيسين وفيها تيرانديا الجولف ونعيم كبير وقالس مكتئب ما عندهش الرغبة للطعام ولا الرغبة للنوم ماذا أصابك يا أخي الفاضل ما عفش ماله العلاج بسيط أتشوفوا واحد فقير واحد محتاج وتدخل السعادة إلى قلبه وتفرعه واتلقى بأنك ستمتلئ بهجة وسرورا وخيرا ولن ينقص مالك بل سوف يزيد يزيد لأن كل شيء إذا أعطيت منه نقص إلا إثنان العلم إذا أعطيت منه زاد ومال الزكاة إذا أعطيت منه زاد وفاض فأسأل الله الكريم أن يحفظ الجميع ويبرك في الجميع لا 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 أمينة سؤالك عن سورة الإخلاص هي سورة مباركة معظمة فيها الفضل أن تعدل تلت القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤن أحد لقرها مرة وحدة كأنه قرأ تلت القرآن وليقرها ثلاث مرات فكأنما ختم القرآن كله مجرد تقرأ ثلاث مرات عندك الآجر والتواب للختم القرآن ومنهم من يقرأها أكثر العدد كلام مختلف فيه لتابت في الصنة النبوية هو أن يقرأ ثلاث مرات يروى أن صحابيا تنبغي تزوج وكتوح الفتاة قال ما المهر فبدوكت نفس الصحابة الشباب الصحابة أشعر أشنو المهر لغاية يعطي شكه لك مئة دينار ألف دينار خمسمائة أوقية ذهب أتلم لا أنا أريد زوج يختم القرآن كل يوم فتهيبوا وتراجعوا إلى الوراء هو يتقدم واحد قال لي أنا أنا نختم القرآن كل يوم أنا قتل يدوى مهري وهي ابن تحائيلة كبيرة فتزوجها الرجل وكانت تنتظر بأنه سيقرأ القرآن من صباح لمساء لكنه لم يقرأ فشكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية قال يفولا ألم تقول بأن مهرها أن تختم القرآن كل يوم قال بلى يرسل الله أفعل هل مدى تفعل قال أقرأ صورة الإخلاص ثلاث مرات وسميتك تقول بأن صورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ومن قرأها ثلاث مرات كأنما ختم القرآن بكامله فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك فهذا فضل عظيم أما العدد الآخر سبعة اثنى عشر هذا كلام الناس بعض الصالحين يشتهدون وهذه اجتهادات هي محل نظر لكن كل من أكثر منها أي عدد فكله فضل وكله خير لأن ربنا عز وجل أعطانا واحد المشروع يدل لعدد وهو الإكتار أذكر الله ذكرا كثيرا وسبحه بكرة وأصيل الإكتار فانقل عشران قل خمسمائان قل خمساشر ألف كما تقوم بها بعد الصالحين فكله جائز مادم فيه الإكتار لكن لتبت في السنة تلاتة 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 وكلما زدت كان أفضل وبركه شكرا لك للا أمينة وأسأل الله تعالى أن يكرمكم بالدرية الطيبة سدى المستمعين وحدفات حل للأمينة اللهم يا رب يا كريم نسألك بنور وجهك العظيم أن تعجل بالفرج للأمينة بحمل قريب اللهم رزق حملا قريبا اللهم بشرها بمولود ذكر أو أنت أو بتوأم ذكر وأنت معا اللهم بشرها يا رب يا كريم بالحمل القريب واجعله زيادة خير في الإسلام واجعله مقرونا بالبركة وبالرزق وبالتيسير بفضلك وجودك يا كريم وجميع بناتنا اللهم عندهم هذه الموانع من دول إحجاد خاصة وعندهم الأزمة للفقر والأزمة للصحة يا رحمن يا رحم سخر لهم خير خلقك وأفضل وأنبل خلقك اللهم سخرهم للمساعدة وللمعاونة وللإكرام والتوسعة اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل استقبال المزيد من المكالمات واللحظة نتحول من إقليم العطاوية إلى إقليم تمارة مع للا أمينة أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أهلا عصنا للا أمينة للا أمينة للا أمينة للا أمينة بارك الله تبارك الله الحمد لله بنت كدير ملدار للا أمينة لكات كفيفة ومبشورة ومبسوطة دوما وأبدا ودك البشارة ديالي رب يفتح لأبواب تيسير كدير ملدار الأحوال طيبة بنتكم الحمد لله هذا الساعة الله يكمل لكم الرجاء والله يبشتركوا بواحد الحم القريب الحمد لله بقي ما كنت بقي ما هو لا إله إلا الله أكنت مننا إن شاء الله كدير ملدار للا أمينة تقريبا خمس شهور ده خمس شهور مازال الحمد لله الخير إلى الأمام بإذن الله ولكن بغينها ويعمر عنا الضهر إن شاء الله بنتي أمينة إن شاء الله وخبرنا بزاف ناس كيسولونا للا أمينة كدير مال حياة الزوجية هي فاقد البصر ولكن كيفاش كتتتتعمل مع الأسرة مع الزوج مع العائلة والحباب لا ما كنت شهنا حين تعنيه والزوج ديالي معنات الشي واحد هو أصلا كيساعدني بزاف معه هو أصلا لقيت فعه راحة قيساعدة بزاف مهارك الله سعداته سعداته لا إلا سعداته تبارك ما أنا جوك تيّب لي سرى ذلك شيء قد الأمور هو لك تتضيب لأشاء ويا وتبارك الله علي هذا انتين مرضيات الوالدين لا الحمد يلا فاكنت يبقي كل شيء أنا بعد المرضي كانت بعدي في الدار لي كان دي بعدي الأمور ما الممكن يكون لأنا الحمد لله وأنت تبارك الله انتين مبشورة وأكيد أن الله سبحانه وتعالى اللي كيكون عنده البشر يكون عنده الرضا واللي أعطى الله الرضا كيف تحلي الله ما بتيصير الحمد لله لبك الحمد لله أنا كنت مؤمينة بالله وكنت أطلب ربي والحمد لله قد تدول جنات لنساعدني أزداف يا رب وعقوبة إن شاء الله جميع الأخوات البندية والنق لهم مكفوفات أو معاقات حتى وما كلهم يلقوا الأجواء الصالحين يقفوا معهم ويتعاودوا معهم قبل ما نطلب لك إن شاء الله أنا بغيت تدعي معي في هذا الأمر حتى واحد زوجي يالي وغيت يوم معك حتى هو يمحبا بغيت تدعي معي في هذا الأمر إن شاء الله بغيت تربي حقه لي هذا الأيام وغيت تدعي معي إن شاء الله المستمعين بالحمل إن شاء الله لأنك نتعدر هذه الأيام إن شاء الله تكون شي حاجة يربي 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 بإذن الله وغتكون إن شاء الله مع ذكر المولد النبوي الشريف إن شاء الله يربي إن شاء الله بغيت تدول لك جود يالي دول معك وخلالها أمينة مرحبا يرحبك بغيت لأنك وحطاله بغيت تصفكي رقم الأختارة على مدين الصويرة حيتي حد بغي رقمي إن شاء الله ده بالبرنامج وغنت أصل بيك لأتك الرقم جاله هو عندي إن شاء الله ويضا اليوم توصلت معا مسكينة ولقيتها قلبها كي رفرف كتمنك تقولي يا عمي بغيت تيزوي الصالح راني عندي واحد للإعاقاف رجلية حركية ولكن خياطة وطرازة ومرضية ومهدية إن شاء الله يا ربي أنا بغيت نراكم بيها وخبتي دبا سؤال ذك صورة الإخلاص كتقلت لك أنا كنقولها تلت تلت مرات وحتيها كتعادل القرآن الكريم وشي حز كيقولي يا إثنى عشر ما جاوبتنيش لذك المرات الجمعة كتبتنيش لها كيقولي إثنى عشر واخا للا واخا بيهدنا شكرا للا أمينة بارك الله وفيك للا مرحبا مرحبا أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا المولاية تبارك الله عليك تبارك الله عليك وش مطيب لنا اليوم في لحشاء وش مطيب للا أمينة في لحشاء ومرضية ومهدية رح سكمت دوزو في للا العروسة ها رح سكمت دوزو في للا العروسة واحد الكوب الجميل المونساجين متناغم ومرضين ومهديين نعم الله يحفظكم أبو لي أمين يا رب العلمين يقول شي بخير الحمد للأخو يا أحفظك الله ورعك نعم ندرنا النهيار ديارنا أمي الحجر عجت ما كنا بغينا تحضر معنا سعجت ما معذك زيارة ديار أياك زيارة المقدسة بغيت نحضر معكم وكان عندي أمل مشاكل حضور نجي معي قاعد طاقم ديال إداعة كامل بالكاميرا ونفرحو بيكم ونسعدو بيكم إن شاء الله شوف غنديروا إن شاء الله تعالى في أول حقيقة أول سبوع ديالكم بإهن الله إن شاء الله بإحبو الله الله يكمل لكم الرجاء حفظك الله ورعك مولاي وإن شاء الله كاملها الشيء دعوة الوالدين ولي نحنا يرضى أن الله فيه بشيد الرياح حسنة اللهم أمين مولاي أعزك الله يا أعزك الله يا رب يا كريم يا رب يا كريم شكرا لك مولاي حفظك الله ورعك لا إله إلا الله تحية كبيرة لكل بناتنا وأخواتنا اللي هم يعدهم إحاقة من سموها إحاقة؟ نسموها من دول الاحتياجات الخاصة أخوات وبنات عندهم إما فقدة للبصر إما عندهم مشكلة للحركة ووربكي سهل لهم وللا أمينكت محظوظة أنا كنت أذكر أول مرة تصلت بني الهاتف وكان رمضان ثم بعده جاءت إلى مقار الإدعاء لما كنت عندنا مصابقة للقرآن الكريم وقاتلنا أنا بغيين شارك في القرآن الكريم في المصابقة وسبحان الله العظيم كانت مبشورة وقاتلك بأنك تطلب على الله تعالى يرزقها سي زوج ليكون أنيس معها ويكون لطيف معها وربي سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء جاب له واحد الشاب بغزال لو شفته تبارك الله وصلاح عندي صورة وصوت وهيئة وهوما الآن الحمد لله عايشين في تبات ونبات وراه مرضي يا طيب لا شعب الزوجة أكيد أنه ربي أعطيه وحدة الرضا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة